والوكالات التجارية. زين. البيان كطلب لشركة الرشيد للصرفة الامارات. المستفيد ناطق موسى فارس الجبوري. يعني هو يرسل الروحة وهو ياخذ الروحة. هاي الحوالة. هو ما داخل دبي. هاي الحوالة منين جاية الشيخنا? منين جاية بالاصل? شركة الرائد. شركة الرائد للصرفة. اللي هي يمكن مملوكة لشخص اه سيد موفق الراوي ممكن. زيان. هاي بالالفين وتسعة عشر. الفين. نعم نعم نعم. بالالفين وتسعة عشر. بالالفين وخمستعشر. الفين واربعطعش محول مية وتسعة وخمسين مليون دولار. تمام. الفين وخمستعشر. حسابات الفين حوالات الصيرة فيه. واحد وثمانين مليون دولار. سام نجم. واحد وثمانين مليون دولار وكسور. هاي بالاخمستاش? اب كله بكشف حساب بالالفين وخمستاش. واحد وثوانين مليون. كل الفواتير والحوالات البنقية هاي الثام نجم. زين طلع للصيرة فيا الشركة اللي حولتها شيخنا. طلع هاي الواحد وثمانين مليون. يا شركات بن بغداد حولتها. خادم خادم. اي. اي. احنا حتى نسول في كل منطي انت بخده. شركة النيبال العربية. النيبال. شركة النيبال العربية. المرسل والمستفيد. المرسل والمستفيد. المستفيد ناطق موسى. الشركة انوار الفارس. المرسل ناطق موسى. شوفها هاي ركز عني يا سيد المخرج. ركز على الاسماء. باع المستفيد وباع المرسل. انا هاي هاي المدخش بحقلي. اتصلت بالاخوان الجريمة الاقتصادية وجماعة غسيل الاموال. قالوا شيخ يوم الممكن. هو يرسل هو المستفيد. ثبت ايدك خلي نشوف الوثيقة. مشاهد الكرام هذي انا الان يعني اسأل الامن الوطن. واسأل القضاء. واسأل الجهات المسؤولة بالجريمة الاقتصادية. انتو وين كنتو من كانت تطلع هاي المبالغ? وهاي المبالغ لما كانت تطلع في زمن داعش ونزول النفط. الحكومة ما كانت عديت فلوس. انتو نسيت اللي احنا نسينا. هاي الفلوس بنينيها شيخ صباح.